السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأحكام والآداب والأخلاق يقول رحمه الله أبواب الشفعة والمساقات والمزارعة والإيجارة وأحياء المواد وقد كان الموقف عند قول المصنف قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق رواه البخاري هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله عند الإمام البخاري فيه صحيحه وهو شاهد للشق الأخير من الترجمة في قوله وأحياء الموات وإحياء الموات والموات هو أن يعمد الإنسان إلى أرض منفكة عن الملك والاختصاصات وقد ذكر العلماء أحكام إحياء الموات على مقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أصح الأخبار في هذا الباب بل هو أصحها على الإطلاق وجاء فيه معناها أخبار منها حديث سعيد بن زيد وجابر بن عبد الله وعمر بن عوف المزني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وهذا كما بيّن العلماء وأخذ أيضا من فعل الصحابات رضي الله عنهم بقيود وشروط هذا الخبر قال من أعمر هذا هو المشهور في الرواية من أعمر ومن أهل العلم من قال أو في رواية أيضا من عمر أرضا من عمر أرضا ومن عمر أرضا على هذا من الفعل الثلاثي وقيل من أعمر من الفعل الرباعي وأنه يكون رباعيا والمعنى أنه أعمرها بما يكون فيها والمراد بإعمارها إحياؤها أرضا ليست لأحد يعني مفكة عن الملك والاختصاصات فهو أحق يعني متعلق حق بمعنى به فهو حق بها قال عروه رضي الله عنه ورحم عروه ابن الزبير ابن العوام التابعي الجليل وقضى به عمر حياته أي في حياته رضي الله عنه بهذا وأمهل من لم يعمر الأرض التي أعمرها وأعطيها أو أعطيها ثلاثة سنين فإن لم يعمرها ولم يحيها فإنها تنزع منه لأن المقصود هو عمارة الأرض بما ينفع الناس من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق به فهو أحق به مثل ما تقدم من أحيى أرضا ولا شك أن هذا يبنى على ما يكون فيه مصلحة ولا يكون فيه ضرر وهذا من الأمور التي تخضع لتقييد بعض المباحات بما يكون فيه مصلحة لأهل الإسلام وإلا هذا هو الأصل من قوله عليه الصلاة والسلام من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وإعمارها يكون إما بحفل بئر فيها وإجراء الماء فيها وإما بأن يحيط بها حائطا يكون بداية عمارته لها بالشروط التي لا يحصل فيها ضرر ولا يحصل فيها اعتداء ولا تعد فكل هذا مقيم بيّن في كتب أهل العلم في باب إحياء الموات إنما المصنف رحمه الله في كتاب هذا يذكر الأصول أصول الأحاديث في هذه المسألة ثم ذكر خبرا آخر يتعلق بالباب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله ابن عباس الصحابي الجليل الكبير توفي سنة ثمانين وستين للهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار رواه أبو داود المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وهذا الخبر لم يروه أبو داود من حديث ابن عباس برواه بن ماجه من حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس وهذا إسناد ضعيف لأن عبد الله بن حوشب هذا ضعيف لكن الخبر في الشواهد لأنه ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر وأجمع العلماء عليه من حيث الجملة فقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن رجل من المهاجرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس سركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وروا أيضا ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنع الماء والكلأ والنار ثم هذه الأمور الثلاثة منها ما وقع الإجماع عليه فالناس شركاء في الماء في المياه المستبحرة من الأنهار والبحار وكذلك في حكمها الأودية ما لم تصل إلى مجرى يجري إلى نخل ومسيل خاص فإن الناس شركاء في هذا وكذلك في الكلأ الذي يكون في البرية فهذا ليس لأحد دون أحد بل هو له أن يرعاه كل من جاء إليه والماء والكلأ والنار وكذلك ما يوقد من النار مما يؤخذ من الحجارة في البرية وغيرها فهذا مما واقع الإجماع عليه مقابله ما يكون من الماء محتاجا وما يكون من الماء قد اختص به صاحبه أخذه في إنائه في قربته في قدره فهذا مملوك ملكا خاصا ليس لأحد غير من ملكه وكذلك الكلأ الذي يأخذه ويحتشه ويمتلكه أيضا فهذا أيضا خاص يكون خاصا به يكون خاصا به وكذلك ما يكما يوقد من النار مما يكون خاصا به في داره ونحو ذلك فإن هذا مما واقع الإجماع على أنه مختص به ومثل ما يكون من المياه التي تباع في العلب ونحوها من من المياه التي يسعى أهلها في وأصحابها في استخراجها والكلفة في تحصيلها ثم بعد ذلك بيعها هذان إجماعان ثابتان فيما لا يملك بلا خلاف وفيما يملك بلا خلاف بينهما قسم ثالث وقع الخلاف فيه وهو من حفر بئرا مثلا في بستانه ومن أوقد نارا من أوقد نارا مثلا في مكان براح يستخدمها وكذلك أيضا من حاط أرضا في برية ونبت لكنه لم يحييها ونبت فيها كل فهل له أن يمنع غيره من هذا الكل وهل له أن يمنع غيره من هذا الماء الذي في البئر فهذا مما وقع فيه الخلاف من أهل العلم من قالوا إن هذا خاص به وليس لغيره أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه ومن أهل العلم من قال إن ما زاد عن حاجته فإنه يجب عليه بذله فإنه إذا شرب من ماء البئر في بستانه وكذلك إذا أخذ من هذا الكل الذي أحاط به في أرضه لماشيته فما فضل فإنه يبدله لكن ليس لغيره أن يتعدى عليه وأن يدخل بغير إذنه بغير إذنه لكن هو بإذنه إما أن يمكنه بالدخول أو أن يدخل بهيمته حتى تأكل من هذا من هذا النبات ومن ما يأخذه مما أنبتت الأرض وهكذا من الماء الذي يشربه وهذا هو ظاهر السنة لقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يمنع فضل الكلاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء فلو أن إنسان له بئر احتفرها في مكان في برية وحولها كلاء وحولها عشب ويأتي راعي الغنم يريد أن يرعى يريد أن يرعى بماشيته في هذا المكان فلا شك أنه لم يأتي لهذا المكان إلا لتشرب تأكل ثم تشرب وإلا لو علم أنه يمنع من شرب الماء وأكلت ماشيته قد تهلك قد تهلك ماشيته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء فإنه وإن لم يكن له منعه من فضل الكلاء فإن منعه فضل الماء شبب لمنعه من فضل الكلاء وذلك أن صاحب الغنم إذا علم أنه يمنع من فضل الماء لم يرع ماشيته في هذا المكان بل يبحث عن مكان فيه ما لا يمنع منه فترعى ماشيته ولهذا قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء فيحتال على منع الكلاء بمنع فضل الماء فهذا هو الأظهر أن ما فضل عنه مما لم يحتجه في قدر في قدره وفي إناه فإنه لا يمنع غيره منه لأن هذا هو الأصل في الماء قال رحمه الله وعن أسمر ابن مضرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به أو فهو له هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق عبد الحميد ابن عبد الواحد عن أم الجنوب نميلة بنت سويد بن جابر عن أمها عقيلة بنت مضرس ابن أسمر عن أبيها أسمر ابن مضرس وهذا الحديث مسلسل بالمجاهل عبد الحميد ابن عبد الواحد مجهول وكذلك أم الجنوب نميلة بنت سويد بن جابر وكذلك أمها عقيلة بنت مضرس أيضا هي مجهولة فهؤلاء المجاهل يعلون هذا السند لكن الحديث مجمع عليه وهذا الأصل ثابت بأدلة كثيرة في السنة أدلة عامة في السنة تدل على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به في كل شيء في أمور الدين وفي أمور الدنيا والنبي وفي السنة وفي السنة يقول لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا عليه لستهموا عليه وقال عليه الصلاة والسلام في أخبار أخرى تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وقد أجمع العلماء على أن من سبق إلى شيء من المنازل من أماكن في المسجد سبق إلى الصف الأول أو محلات للبيع والشراء فسبق غيره مثلا وكان هذا المكان للبيع والشراء فمن جاء وضع متاعه فيه فإنه أحق به من غيره إلا فيما يكون مما رتب في هذا الباب حتى لا يحصل نزاع وظلم وتعدي فلا يكون إلا برخصة لأجل دفع التعدي والظلم والنزاع الذي يفوت المصلحة الشرعية المقصودة من البيع والشراء فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به كما تقدم في جميع الأمور وفي هذا حث على المسابقة والمبادرة وخصوصا في أمور الدين وكذلك أيضا ما يتعلق في أمور الدنيا في أمور المتاجرة والبيع والشراء والسبق إلى الأمكنة ولهذا لو استبق إثناني فلم يتقدم أحدهما على الآخر واستوي في الخصال إذا كان هناك خصال إذا كان هناك خصال يكون فيها الترتيب مثلا في الأولوية في الأولوية في هذه الحال يعمل بالقرعة ولهذا قد تقع القرعة في الأذان وقد تقع القرعة في الإمامة ومن ذلك التسابق في المسجد حين يصل إثنان إلى الصف الأول إلى الصف الأول أو إلى مكان في الصف الأول فالأصل أن من سبق فهو أحق والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم تقدموا فأتموا بي وهذا أيضا أصل في هذا الباب في أصل التقدم وأن من تقدم فهو أولى وأحق وإن كان المتقدم صغيرا والمتأخر كبيرا مثلا في السن ففي هذه الحال يكون هو حق إلا إذا استويا فإنه يعمل بالقرعة كما قال عليه الصلاة والسلام ثم لم يجدوا إلا أن يستهم عليه أن يقترع عليه لستهموا لستهموا وهكذا في سائر الحقوب والمصنف رحمه الله أورده وجعله دليلا في هذا الباب في باب إحياء الموات في من سبق أولا وأن هذا هو الأصل في هذا الباب قال رحمه الله وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل رواه أبو داود رواه أبو داود وابن ماجه وهذا الحديث رواه أبو داود والمناجه من الولايات المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده وعمر ابن شعيب هو شعيب ابن هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عاصر فعمر ابن شعيب عن أبيه أبوه يرجع الضمير إلى عمر يرجع الضمير إلى عمر عن شعبيه أي شعيب هو شعيب هو شعيب ويرجع إلى عمر أي والد عمر عن جده يرجع الضمير إلى شعيب على خلاف القاعدة الأصل أن الضمير يكون مترتبا لكن هنا اختلف الضمير الضمير الأول يرجع إلى عمر والضمير الثاني يرجع إلى شعيب فشعيب يروي عن جده جد شعيب من هو هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر جده وعبد الله ابن عمر فشعيب يروي عن جده عبد الله ابن عام العاصر والسبب في هذا أن شعيب توفي والده محمد وهو صغير أي أن شعيب صغير السن فقام جده عبد الله رضي الله عنه بكفالته والقيام عليه فتربى في حضن جده وأخذ من علمه وسمع منه كما ثبت ذلك عنه بالإسناد الصحيح ولهذا قالوا إن شعيب يروي عن جده ولو قيل إن الضمير يرجع إلى عمر أجرين الضمير على الأصل لقولنا عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد عمر محمد ففي هذه الحال يكون الحديث مرسل لأن محمد ليس صحابي ليس صحابي يكون مرسلا ثم الواقع والحال يدل على خلاف ذلك لأن ثبت عند البيهق وغيره أن رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمر وهذا هو الصواب في هذه النسخة وهذه النسخة لها تراجم عدة لكن هي من حيث الجملة نسخة جيدة ومن أهل علما صححها ومن أهل علما حسنها وهذا الخبر منها فهو لكن في الإسناد كما تقدم وغيرها من عبد الرحمن بن الحارث المخزوم وفيه كلام لكن الحديث له شاهد عند أبي داود من رواية ثعلف بن أبي مالك عن أشياخ من قومه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم وقضى بمثل ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك أيضا عن عبادة بن الصامت عند أحمد فالأحاديث في هذا متضافرة ومجتمعة على ما جاء في هذا الخبر هذا الخبر يقول قضى في السيل المهزور السيل المهزور هذا ما كان في المدينة كان في ناحية اليهود يسمى السيل المهزور وهو يجري مجرع السيل يجري ويسقي نخيل يمر بها إذا جاء السيل جرى هذا السيل المسمى بالمهزور لعله وادي أو ناحية سمي بها هذا المجرع هو السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين يعني هذا السيل المهزور يمر بنخيل وبساتين وكل بستان يسقي فإذا كان فأول من يسقي من هذا السيل هو صاحب البستان الأول طيب السيل قد يكون كثير وقد يكون قليل النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسك حتى يبلغ الكعبين يعني حتى يرتفع السيل إلى مقدار كعب الرجل كعب الرجل وإذا كان البستان فيه أرض منخفضة وأرض مستوية وكان هذه كحفر في الأرض فإنه يكون الحكم لعموم الأرض ولو جاد في بعض النواحي من الأرض ارتفع فوق الكعبين حتى يحصل المقصود من وصول الماء إلى أصول النخل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى الأعلى الذي يسقي أولا هذا في الغالب إذا كان السيل ليس في قوة جريانه يمكن أن يسقي أكثر من واحد لكن لو كان يسقي الأول فيحبسه حتى يمتلي أبستانه إلى حد الكعبين ثم بعد ذلك يرسل ويذهب إلى البستان الثاني إلى الذي هو أسفل بالنسبة للأول ثم حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل إلى البستان الثاني وهكذا حتى يستوي الجميع هذا من أحسن الحكم والعدل في إجراء هذا في جريان هذا الماء وذلك أن الجميع لهم حق لأنهم على مجرى هذا السيل أيضاً فبت هذا الحديث في الصحيحين الصحيحين عن نبي عليه الصلاة والسلام برؤية الزبير بالعوام في قصة وقعت للزبير رضي الله عنه مع رجل من الأنصار وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من هذا الحكم في هذا الباب لكن حين يكون السيل مثلاً فيه قلة ينبغي أن تتسامح النفوس في هذا وحين يكون السيل مجرى قوي وكثير في هذه الحالة كل يسقي وربما يسقي ويرتفع الماء ويبلغ أعلى من الكعبين قال رحمه الله باب الوقف والهبة والوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبرياً أبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول أو متأثل مالاً متفق عليه وكذلك أيضاً أخرجه بقية الجماعة أهل السنن وأحمد وأبو داود والتنمذي وابن واجه والنسائي فالحديث أخرجه الجماعة أخرجه السبعة هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر أصاب أرضاً بخيبر كان النبي أو كانت من نصيبه لما فتحت خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير ومحبة الخير أصاب أرضاً نفيسة من أنفس المال عنده استأمر النبي يعني ينظر ماذا يأمره فيها حتى يجعلها في باب عظيم لأن المال حين يكون في أبواب الخير يكون نافعاً لصعبه في الدنيا وفي الآخرة يستأمره فيها أي ماذا يأمره أن يعمل فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه هذا من أنفس الأموال عنده ومن أعظم الأموال عنده من أنفس قط أنفس عندي منه لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هكذا كان الصحابة رضي الله عنه يعمد إلى الطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني لو أعطاه لو أن هذا المال الدني النازل أعطيه أعطيته إياه لا تأخمذه إلا على إغماض وحيا لأن نفسك لا تقبله لأنه مال دني من أي بحسب قد يكون طعام وقد يكون غير ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جيد رعو بدود وغيره لما رأى شماريخ أو عود فيه تمر وفيه حشف أكثره حشف فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة إذن الواجب والمشروع أن يتصدق بالنفيس الذي يأخذ بالنفس والنفس هذا الذي يكون صاحبه مريدا لله والدار الآخرة ثم هو يعود عليه بأعظم وأبرك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين العوض والبركة في الدنيا في هذا المال أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك كما في الحديث الصعي وفي حديث بلال آخر عند أبي دود وغيره أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا لا تخشى إقلالا فالله سبحانه وتعالى يعود عليك بالخير والبركة والثمرة حين تنفق المال تنفق النفيس منه الطيب منه وحين تنفقه تنفقه مع طيب نفس وطيب قلب ورغبة ويكون فرحك بالصدقة أشد من فرح المتصدق عليه وأنسك بها أشد من أنس المتصدق عليه وتعطيه إياها لا على أنها على أنك أنت المتصدق لا على أنك متصدق عليك الإنسان يتصدق لا على أنه متصدق على أنه متصدق عليه حين تتصدق فأنت تتصدق على نفسك لأن الصدقة مشتقة من الصدق فيصدق في الصدقة وأول من يتصدق على نفسه هو المتصدق هي في الظاهر صدقة على غيرك لكنها في الباطن وفي المعنى صدقة عليك أولا لكن حين تنفقها عن يقين وإخلاص وتنفقها على أنك لا ترجو ممن تعطيه نفقها صدقة وقف هبة عطية لأن بعض الهبات للمحبة والمودة قد تكون أعظم من الصدقة وإن كان الأصب الصدقة لكن أحيانا قد تكون الهبة والعطية لمن تكون على باب المحبة في الله والألفة في الله فإنه قد تكون أحيانا أعظم من الصدقة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة هذا هو المتصدق لا يبغي جزاء لا يبغي حتى الدعاء لا بعض الناس حين يعطي ويتصدقون أدعو لي أسألك أن تدعو لي لماذا تستعجل الثواب أن تأنفق ولا تطلب من غيرك لا أن تطلب من دعاء ولا ثناء لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إن دعاء فالحمد لله ولا تنتظر بعض الناس المن يعطي وينتظر يقول أطيته وسكت ما دعاني أنت من تتعامل مع آدم ولا تعامل ربك لا تتعجل شيئا جزاءك دعه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى لكن إن جاءك الدعاء فالحمد لله خير خير لكن لا تسعي إلى ذلك ولا تطلب ذلك ونحو ذلك هذا هو المشروع للمسلم حين يوفر الأجر ويكون توفير الأجر على الوجه الذي يكون بصدقته يقصد وجه الله سبحانه وتعالى هكذا كانت سيرة السلف رضي الله عنهم ولهذا السلف يخفون الصدقة ما يعطونه مباشرة ولا يرجون دعاء منه ولا ثناء أبدا بل يحرص على أن لا يواجه المتصدق عليه وأن لا يراه وأن لا يعلم به لأنه يريد الأجر الخالص ولهذا اشتار عن السلف أنهم كانوا يخرجون صدقاتهم في ظلمة الليل وبعضهم ربما يقصد بعض البيوت المحتاج أهلها يعلم هو يأتي في الليل المظلم فيطرق الباب حتى إذا حس بهم فر كأنه لص هارب ما يريد أن يقابلهم ولا يواجههم لا يعرفون لكن المتصدق عليه حين يأخذ الصدقة ماذا يقول في الغالب يقول بارك الله فيه وجزاء الله خير وأنت لا تسمع ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب ملك موكل يقول آمين ولا كيمثل الدعوة الغائبة التي لا تسمعها من أخيك خير وأعظم ملك موكل بخلاف ما تشعى إليه وتكون مسموعا لك أو مسموعا له فالمشروع أن لا تطلب شيئا إنما تنفق وتطعم الوجه الله وفي الأثر المشهور الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحب الصدقة رضي الله عنها وتبذل الصدقة وتأنس وتلتذ بالصدقة رضي الله عنها وكانت ترسل جاريتها إلى بعض البيوت المحتاجة ربما يأتيها المال الكثير رضي الله عنها لا تطلب لكن كان الولاة يرسلون إليها كمعاوة غيره فروب يصب المال من الفضة بين يديها من الدراهم والدنانير فلا تجعله في المخاز لا تجعله أمامها فكانت ترسل الصدقة وتقول للجارية ماذا تقول؟ احفظي ما يقول إن تعرف أن الناس من عادتهم أن المحتاج من عادتهم يدعو تقول احفظي ما يقولون فتأتي إليها فيدعون يقولون جزاء الله خيرا وبارك الله فيها وكذلك الدعوات التي يدعو بها المتصدق عليه يدعو بها في الغالب بهذه الدعوات فتأتي الجارية إليها فتقول قالوا كذا وكذا وكذا تقول لعائشة ماذا تقول عائشة رضي الله عنه؟ تقول نرد عليهم ما يقولون تقول بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا والدعوات التي قالوها تردها عليهم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا يعني يبقى الأجر خالص ليس لا نستعجل منه شيئا نرد عليهم أقول دعوتها هي رضي الله عنه دعوات التي دعي بها هي لم تسمعها إلا بعد ذلك فتكون رضي الله لم تستوي شيئا من ذلك وهذا من عظيم فقهها رضي الله عنها من عظيم فقهها في باب الصدقة الصدقة لا سر خاص ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم حين يتصدق بالطعام يقول إني لأجد طعمه في ريقه قبل أن يجده المتصدق عليه من شدة أنسه ومحبته للصدقة يقول أجد طعمها في ريقه قبل أن يجدها المتصدق عليه هكذا كان رضي الله عنه وعودا على قول عائشة رضي الله عنها كان المال يصب بين يديها فتجلس عند المال فتصدق وتعطي كل من مر عليها من هذه الدراهم وتعطي كل من مر عليها رضي الله عنه حتى إذا لم يبقى درهم واحد طابت نفسها إذا لم يبقى منه شيء طابت نفسها ولا تبقي ولا درهم في بيتها رضي الله عنها يعني أبقت الأمر على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بين الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر اتزعت بعد ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام بقي على هذه الحال عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها كانت تصدق بجميع المال وجاريتها تنظر فلما فرغ المال قالت لها يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين هل لا أبقيت درهما نشتري به لحما ماذا تقول رضي الله عنها قالت هل لا أذكرتني فإني نسيت نسيت نفسها وحاجتها بماذا براحتها راحتها وتلذذها بالصدقة فلم تتذكر قالت يعني أذكرتني وعلمتني لا أبقيت ديرهما يعني لأجل أن ترضى هذه الجارية التي طلبت من هذا الشيء فهكذا تكون الصدقة ويقول أبو عمر المقدسي رحمه الله تصدقوا قبل أن يتصدق غيركم يعني إذا جاءك السائل يعني السائل الحين الذي يكون محتاجا إما تعرفه أو بدلائل وقالت تصدقوا فإنكم إن لم تتصدقوا تصدق عليه غيركم تصدق عليه غيركم فالشأن أن عمر رضي الله عنه جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام في نفيس المال وفي طيب المال طيب المال فقال رضي الله عنه إنه أنفس مالي إنه أنفس مالي وهذا هو المشروع هو التصدق بالطيب النفيس حتى يكون الجزاء عظيما وهذا من تعظيم الصدقة والصدقة إذا كانت هكذا فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل كما في الصحيحين إذن الصدقة على هذا الوجه تقع في كف من في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى فأمر الصدق أمر عظيم مع الصدق والإخلاص واليقين في أمرها وشأنها ولهذا عظمت فيها النصو كثرت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واعتنى بها السلف رحمة الله عليه وكان لها أثر عظيم في الأصل في أصل دخول الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام لها أصل عظيم في هذا الباب وهي من أعظم خصال الإسلام بكرم القول وكرم المال وكرم الخلق فعمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأرض التي هي أنفس ما ملك رضي الله عنه وفيه استئمار أهل العلم في مثل هذه المسائل استأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أسوة وقدوة في أن يستأمر الإنسان لأن الإنسان قد يكون مثلاً يريد الصدقة يريد الواقف يريد أبواباً من أبواب الخير فلا ينظر إلى مجرد إخراج المال ينظر إلى أولى الطرق وأفضل الطرق لأن هذا يترتب بحسب نفع الصدقة وحسب الصدقة قلة وكثرة وحسب وحسب زمان الصدقة في زمان تكون الصدقة في هذا المجال وفي زمان تكون في مجال آخر فلهذا يستأمر ويسأل ويعرف وجه الصدقة الأفضل حتى تخرج على الوجه الشرعي ولا حدث هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها حبست أصلها وتصدقت بها جعلت أصلها حبيس حبيس يعني وقف ثابت لا يباع ولا يوهم يبقى وتصدقت تصدقت بها أي سبلت الثمرة وهذا كما وهذا كما في رواية للنساء حبس أصلها وسبل ثمرتها حبس أصلها وسبل ثمرتها ليس هذا معنى قوله في رواية البخاري وتصدقت بها أي تصدقت بثمرة لأنه قال حبست أصلها فلا يجتمع التصدق بها وتحبيس ها فهما فهذا فهذا يعني ضد هذا لأن لكن معنى تصدق بهذا الأصل مثلا وقف بيتا وقف بستانا نخلة شجرة دابة يكريها سيارة يكريها بيت يجعله للكراء والأجرة أو ما أشبه ذلك كل يوم اتسعت أبواب الأوقاف والصدقات بين المسلمين فيما استجد من أمور وحاجيات وأجهزة من أشياء تبقى أصولها تبقى أصولها ويختلف باب النفع فلهذا مثلا لو كان الوقف بستان فيه ثمر وقف هذا البستان أو وقف نخلة مثلا النخلة أصلها وقف لا تباع ولا توا الثمرة يتصدق بها بحسب ما أوقفه فيه قد يكون جعلها لفقراء جعلها للمساكن يختلف هذا وتصدقت بقال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها هذا الكلام جاء عن عمر وجاء مرفوع فعمر رضي الله عنه يقول هذا أخذ من كلام النبي عليه الصلاة لأنه ثبت في رواية البخاري من حديث جويري بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق من ثمره وهذا أيضا دليل آخر على قول تصدقت بها وهو أن ينفق من ثمرتها أنه لا يباع أصلها وهذا الأصل في الوقف الوقف ما يباع هذا هو الأصل حبيس ولهذا في رواية الدار القطني حبيس ما دامت السماوات الأرض هذا بحسب الأوقاف لأنه غالب كثير من الأوقاف لا تبقى هذه المدة لكن أما الأرض هي تبقى الأرض تبقى لكن ما يبنى عليها يختلف ما يغرس فيها كذلك بقى أوين كان طويلا لكن لا يدوم لكن ما دام موجودا باقيا منتفعا بثمره فهو حبيس معنى وقف لا يباع ولا يوهب متى يباع إذا لم يبقى فيه نفع لم يبقى بستان تلف يعني وقف هذا البستان وهذا البستان الآن الآن لا يبقى فيه مكانه مثلا مهجور والمكان الآن والنخل أيضا كذلك أيضا في هذه الحال على الصحيح يجوز بيعه ويجعل هذا المال في وقف آخر مكان هذا الوقف وبمجرد شراء الأرض إذا كانت أرض مثلا مجرد شراء تكون وقفا أو مثلا شراء بستان مكان هذا البستان يكون وقفا فحين تتعطل المنافع هذا يباع بلا إشكال لكن حين تقل المنافع جدا وتضعف جمهور العلماء قالوا لا يباع والقول الثاني أنه يباع وهذا هو الأظهر إذا كان هذا الوقف له منفعة لكنها منفعة ضعيفة لا تحصل المقصود وأهل الخبرة يقولون يمكن أن يباع هذا البستان مثلا أو هذه الدار موقوفة لأنها في مكان بعيد لا أجرة له تكون قائمة بالصرف في ما حدد في هذا الوقف لقلة ريعه فالصحيح أنه يجوج بيعه وإن لم تتعطل منافعه وجاء في هذا أثر ثابت عن عمر رضي الله عنه في قصة ابن سعود في قصة بيت المال في قصة بيت المال في نقله من مكان وجعله في محراب المسجد في الكوفة قال نعم أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ثم قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جنى على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول أو متأثل إذن عمر رضي الله عنه سلك هذه المسالك في وكثير منها من مصارف الزكاة إذن ينظر الموقف في وقفه وما هي أفضل الأبواب والسبل في صرف الوقف ولا بأس أيضا وإن رأى أن يجعل عليه ناظرا يقوم على هذا الوقف وكذلك من قام عليها لا بأس أن ينتفع بهذا الوقف غير متمول يعني ما يأخذ من هذا الوقف أصل مال يأخذ من هذا الوقف متأثل أثلة الشيء أو أثلته هي الأصل يأخذ من هذا الوقف شيء ويجعله مالا له لا يأجوز له ذلك بل يختلف إن كان له أجرة استوجر عليها فهذا يكفيه وإلا فله أن يأخذ بقدر المعروف مما يأكل من هذا المال ولا حديث هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوقف والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين عن نبي هرير رضي الله عنه في حديث طويل وفيه لما قالوا منع ابن جميل وخالد ابن وليد يعني صدق فقال أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله إذا كان خالد رضي الله عنه خالد وليد جعل أدراعه واعتده العتاد وأدراعه وهي من أنفس الأموال عندهم السلاح جعلها في سبيل الله وقفها كلها كيف يمنع الصدقة وهي شيء يسير ربع العشر هذا لا يمكن فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه احتبس أدراعه في دليل على مشروعية الحبس والوقف وأن حبس معنى أنه يحبس يمنع من بيعه أما ما روى الطحاوي والدرقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنه قال لا حبس بعد كذا أو قال بعد آية النساء شيء من أنه حبس علي لا وقف فهو حديث لا يصح رد دار قط من رواية عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى ابن لهيعة عن عكرم عن ابن عباس وحديث وحديث عبد الله واخوه ضعيفا والحديث الصحيحة الصريحة في هذا والنبي عليه الصلاة قال إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له كل هذا وهذه صدقة جارية والصدقة الجارية هي وقف اشترها العلماء بالوقف بما تيسر من أبواب الوقف والوقف ذكر العلماء له أحكام كثيرة ومن أراد أن يوقف فينظر في الوجه الأصلح وينظر في نفس المال وفي حاله من جهة الوقف وهل الأولى أن يجعلها وقفا أو صدقة تختلف الحال قد يكون الأولى أن ينجز الصدقة أن ينجزها ولا يجعلها وقفا لضرورة مثلا لحاجة مضطر لهذا المال يخشى عليه من الضرر مثلا لأنه ركبه ديون أو كان مثلا مسجون نحو ذلك فهذه تختلف الأحوال في أفضلية هذه الأبواب والحمد لله في الشرع جاءت هذه الأبواب الصدقات والأوقاف والهبادة والعطية نحو ذلك كلها تبين وجوه الخير والبرن ثم مما استجد في هذا الزمان أنواع كثيرة من الأوقاف من أوقاف كثيرة ولهذا من أراد مثل نوعا من هذه الأوقاف عليه أن يستشير ويسأل أهل العلم في هذا من جهة مشروعيتها وكيف صرف وكذلك الاختصاص في وجوه قد يكون صرفها فيها أولى وأفضل ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف هل يجوز أن يوقف الإنسان المنفعها التي يملكها ولو كانت مؤقتة الأصل أن الوقف حبيس هذا هو الأصل الأصل أن الوقف حبيس معنى أنه حبس ما دامت السماوات حبيس يعني ما دام كما في الحديث وفي اللفظة آخر تقدم أنه حبيس ما دامت السماوات ولرب لكن هذه المسألة نافعة في الحقيقة وأجازها بعض العلم وهي نافعة خاصة في غير بلاد المسلمين للمسلمين في غير بلاد المسلمين وهو ما كان من ما يملك من المناثع مثل الإنسان يستأجر دارا مدة سنة سنتين مثلا هل يجوز أن يوقف هذه المنفعة مدة وقت الإيجارة جماهير علماء قالوا لا يجوز لأن الوقف حبس الأصن وسبل الثمرة حبس الأصن وسبل الثمرة وذهب بعض العلم المذهب المالكية إلى أنه يجوز وقف المنفعة وقف المنفعة لأن الأوقاف التي هذا الوقف الذي جاء فيما له أصل أما المنفعة أيضا فهي باب من أبواب الخير باب من أبواب الخير ومن لم يستطع أن يوقف أصلا من العقار وغيره واستطاع أن يوقف منفعة من المنافع فلا بأس بذلك وبه قال المالكي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه ويقول يجوز وقف المنافع يقول يجوز وقف المنفعة وهو ما تقدم مذهب المالكية أو قول عندهم فلو أن إنسان مثلا استأجر دارا مثلا يجوز أن يوقفها فلو كان مثلا في مكان من بلاد من غير بلاد المسلمين من غير بلاد المسلمين فإنه لو جعل هذا البيت وقفا وجعله مسجدا مدة الإجارة سنتين أو ثلاث سنوات لأنه قد يحتاج أهل الإسلام إلى مكان يصلون فيه هو يقول أنا ممكن أن أجعله مسجد لهم بدوني أتصدق بصدقة لكن أريد إن كان يصلح وقف وقفته يكون يحصل عليه الأجر من جهته من جهة جعل مسجد وأيضا أجر الوقف وعلى هذا القول يجوز أن يجعل هذه المنفعة وقف وتنقضي بمدة انقضاء الإجارة وهذا قول نافع وخصوصا عند الحاجة إليه عند الحاجة إليه وخصوصا في غير بلاد المسلمين وكما تقدم أنه قال به جمع من أهل العلم هناك مسائل أخرى تتعلق بالوقف هل يجوز وقف الدراهم وقف المال المال ينفق لا يبقى ليس له أصل ينفق والأصل في الوقف أن يكون هناك أصل ينفق منه بيت يؤجر ويكون الأجار وقف ينفق هذا الأجار يقول هذا البيت وقف في سبيل الله هذا البستان وقف في سبيل الله تنفق الثمر ينفق أجار البيت بحسب ما صرفه للفقراء والمساكين أو غير ذلك أو الدعوة في سبيل الله في سبيل الله سبحانه وتعالى مثلا لو جعل هذا المال وقفا في هذه الجهات وقفا في هذه الجهات تقدم أن أن المال عند جمه العنا يصح وقفه لأنه لا يبقى له مثل ما قالوا لا يجوز أن يوقف الشمع يشعله إنسان مثلا جعل هذا الشمع أشعله مثلا في مكان مظلم مثلا مكان احتاج الناس للصلاة وهذا المكان مظلم وأوقف شمع يشعل لهم حتى يستضيئون بي قالوا الشمع يتلف وما يتلف كذلك لو جعل طيب في المسجد مثلا قال هذا الطيب وقف قالوا الطيب لا يصح وقفه لأنه يتلف مثلا الطيب مثلا إنما يكون عن سبيل الصدقة ومن أهل العلم من قال يجوز وقفه لكن المسألة التي تقدمت وهي وقف المال وقف المال ذهب الأحناف في قول لهم إلى أنه يجوز وقفه المال قرضا وإقراضا يجوز وقفه قرضا وإقراضا إنسان مثلا قال هذه مئة ألف هذه خمسون ألف مثلا أجعلها وقفا لمن يريد الزواج أجعلها وقفا لمن عليه دين فتجعل في هذا الباب فإذا جاء شخص يريد الزواج واحتاج إلى مهر يعطى منها مال يعانو به في المهر ويرده يعني على أن يرده لأنه قرضا يقول هذا المال تأخذه قرض وترده وترده لأنه إذا رد هذا المال يكون كالأصل الباقي كالأصل الباقي فعلى هذا يؤخذ منه ويرد يؤخذ منه ويرد فيجوز قرضا وقالوا وإقراضا إقراضا أن يجعل مئة ألف خمسين ألف وقف ويقال تثمر في التجارة وفي البيع والشراء تثمر في التجارة والبيع والشراء وربحها يكون في أبواب الخير ربحها يكون في أبواب الخير على أنها إقراض على أنها إقراض لا يؤخذ من أصل الخمسين أو أصل المئة إنما يؤخذ من ربحها ما ربحت هذه المئة أو هذه الخمسون يؤخذ منها الربح الربح هو الذي يتصدق به لأنه يكون وقفا استحبارك الله فيك فلهذا يقالوا يجوز قرضا وإقراضا واختاره الحارثي وجماعة من أهل العلم من الحنابلة وقالوا إنه يكون كالأصل إما إما على سبيل القضاء أو على سبيل الإقراض وهذه مسائل يقع فيها الخلاف ومسائل السهادية من اختار قولا منها فلا ينكر عليه ومسائل كثيرة من هذا الجنس يقع فيها خلاف وربما أيضا اليوم تتجدد أنواع من الأوقاف وتحتاج إلى نظر فيها وفي حقيقتها مثل ما يسمى العلامة التجارية والاسم الاتجاري ونحو ذلك هذه الأشياء هل يصح وقفها أو لا يصح وقفها هذه مسائل قد تخرج على بعض المسائل ويكون لها وجه صحيح فباب الوقف باب واسع وباب النفق هو الصدق في هذا الباب وخرج على أصول كثيرة بل إن بعض أهل العلم توسعوا في هذا الباب توسعوا في هذا الباب ما يدل على أن باب الأوقاف والصدقات هو باب من أبواب الخير باب من أبواب الخير ومن لو نظر ناظر في بعض كلامه وجد أمور تستغرب في هذا الباب مما أجازوه وأجروه على بعض الأصول أجروه على بعض الأصول ومن ذلك أيضا هل يصح الوقف على الحيوانات هل يصح الوقف على الحيوانات إنسان يقف على الحيوانات مثلا لإطعامها مثلا كثير من عموه وقول الجمهور قال لا يصح لأنها لا تملك ومن من قال يجوز لأنه من باب الإحسان إليها هو إطعامها والصدق هذا لا إشكال فيه لكن جعله وقفا قالوا إن الإحسان إليها من أبواب البر ومعلوم ما جاء من النصوص في الإحسان إليها رجل جنة في كلب أو غفر له ودخلت امرأة دخلت النار في هرة وجاءت حديث في هذا وكلها في الصحيحين المقصود أن مثل هذه المسال ينظر في تخريجها وفي معناها أما أصله فهو متفق عليه لهذه الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوم ربنا ليس لنا مثل السوم وهذا الحديث اتفق عليه وقال رواه البخاري ورواه مسلم أيضا كذلك رواه مسلم مع البخاري وهو اتفق عليه أيضا من حديث ابن عمر متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه تصدق بفرس وفيه أنه أضاعه الذي أعطاه عمر عمر أعطاه يفضعه الذي أخذه فأراد أن يشتره أن يشتريه فقال النبي عليه لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لأنه حين يشتريه منه وهو قد تصدق به عليه لا شك أن المتصدق عليه لن يستوفي الثمن لأن عمر هو المتصدق فسوف يحابه في الثمن فجعل المحابات الثمن نوع من رجوع في الصدقة وهذا الأصل وهذا الحديث أصل في هذا الباب وهو أنه لا يجوز الرجوع في الهبة وهذا هو الصحيح خلاف للشافع وجماعة من أهل العلم حيث قالوا إن الكلب يجوز له يعود في قيئه فإذا كان الكلب يجوز أن يعود وهذا بعيد هذا غاية في التنفير غاية في تشبيه بشيء سيء في أن يعود في صدقته كالكلب ونفى المثل الذي يتشبه بالكلاب ونحن نفاه عليه الصلاة والسلام فلهذا لا يجوز التشبه بالحيوانات ثم شبه بأعظم بل بأقبح ما يكون وهو الرجوع في القيئ كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ولهذا كان الصواب أن الرجوع في الهدية بعد قبضها لا يجوز إلا ما استثنية كما في حديث ابن عمر وابن عباس عند أهل السنن وأحمد حديث صحيح أنه قال لا يحل لأحد يعود في صدقته إلا الوالد لولده الوالد له أن يعود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عدة حديث أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك جاء من حيامر عمرون شعيب وجاء عن غيره وقال إن أولادكم في حديث عائش أن أولادكم من كسبكم وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وكذلك في حديث جابر عند ابن ماجة فطرقه كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فلهذا استثني منه كذلك أيضا يجوز الرجوع في الصدقة لمن يجوز الرجوع في الهدية أو في الهبة لمن أعطى ليعطى مثل إنسان فقير يعطي إنسان غني يأتي إنسان فقير لإنسان غني أو إنسان له مقام شرف فهو يعطي هدية وفي الغالب أنه ما أعطاه إلا لأجل أن يعطى هذا ورد في خبر ولهذا فإنه له أن يعود فيها له أن يعود فيها وجاء في الحديث الصحيح حديث فريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له أعرابي بكرة فأعطاه النبي ستة بكرات أعطاه في لفظ آخر أعطاه بكرة فقال هل ربيت فقال لا ثم جاد أو ثم جاد أو حتى قال ربيت ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل إلا هدية قراشي أو ثقافي أو أنصاري يقوله عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا معناه في حديث ابن عباس فمن أعطى ليعطى على هذا الوجه فإن له الرجوع لما تقدم فالأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهدية إلا ما استذنه لأن عمم النصوص يبقى على عممه وإطلاقها يبقى على إطلاقه إلا بتخصيص لعام أو تقييد لمطلق وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهو بشير ابن سعد أن أباه أي أباه بشير أي أبوه أن أباه أي أباه الذي هو بشير ابن سعد وابن سعد صحابي أتى أن أباه أتى به إلى رسول الله أتى به أي أتى بن نعمان يعود الضمي إلى النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما وفي رواية عند ابن حبان وغيره حديقة فقيل إنه نحله غلاما وحديقة لكن هذا ينبغي النظر في ثبوت هذه الرواية وإلا فهذا هو الثابت في إصحاحين فقال وفي اللفظ الآخر أن أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تثبتها حتى لا يعاد فيها وكانت قد طلبت منه مدة فما طلها يعني تأخر ولم يعطيها طلبت منه أن ينحل النعمان ثم نحله غلام فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلت مثله أكل ولدك نحلت أكل ولدك نحلت نحلت مثله في رواية نحلته لكن هنا نحلت فما استوفى الفعل ضميره فعلى هذا مباب الاشتغال فعلى هذا إذا لم يستوي الفعل المتأخر لم يعمل في الضمير فيعمل في الاسم المتقدم لأن الاشتقال هو تقدم اسم وتأخر فعل اشتغل بضمير ذلك الاسم تقول زيدا ضربته في هذه الحال اشتغل الفعل بالضمير اشتغل بالفعل الضمير فالاسم المتقدم يجوز رفعه ويجوز نصبه يقول يجوز زيد وزيدا لكن نصبه هو الراجح أو الأرجح والمعنى ضربت زيدا ضربته ففعل مضمر الفعل مضمر هنا لا يكرر الاستثقال لكن هنا ما ذكر الضمير ضمير الاسم قال اكل ولدك نحلت في رواية نحلته نحلته فعلى هذه الرواية يجوز اكل ولدك اكل ولدك لكنه قال اكل ولدك نحلت فاذا كان لم يستوفي يحتاج الفعل الى مفعوله فلابد ان نعمله في الاسم المتقدم ان مضمر اسم فعلا شغل يعني هذا اذا شغل اذا ما اشتغل فانه يعمل اكل ولدك نحلت مثل اعطيت قال لا قال فارجعه فارجعه امره ان يرده وهذا يبين انه لا يجوز ان يخص ولدا من اولاده ابنا او بنتا لان الولد يشمل جميع الاولاد يشمل جميع الولاد من الذكور والاناث يوصيكم الله في اولادكم وفي رواية انه قال ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا وفي لفظ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هذا الحديث اصل في وجوب العدل بين الاولاد انه لا يجوز المفاضنة هذا هو الصواب وهو الصريح الخبر اشهد على هذا غيري لا تشهدني على جور اني لا اشهد على جور روايات صحية كلها في الصحيحين في انه عليه الصلاة والسلام قال لا اشهد على هذا لا اشهد على جور الجور هو المين ومع ذلك الجمهور قالوا يجوز المفاضنة قالوا يجوز كيف يترك هذا الخبر الصريح تأولوا بتأويلات ضعيفة لا تقبل والحديث سياق صريح في انه لا تجوز المفاضنة بين الاولاد بل يجب العدل واعدلوا اختلف العلماء في العدل كيف هل هو بالتسوية بين الذكور والاناث او باعطاء الذكر مثل حظ الانثين الجمهور اصلا عندهم يجوز هذا وهذا يجوز ان يسوي وان لا يسوي يجوز ان يفضل الابن او البنت وان كان الافضل عندهم هو التسوية على الخلاف في هذا فهو ان باب الافضل عندهم والصواب انه يجب انه لا تجوز المفاضلة لا تجوز المفاضلة بينهم انما تكون المفاضلة على وجه العدل واختلفوا في هذا فقيل كما تقدم ان يكون للذكر ان يكون للذكر مثل حظ الانثين وقال عطاء لا لا يعلم قسم وقال عطاء على قسمة الله يعني في الموارث ومن ومن اهل العلم او هناك قول في هذا انه يقال ان كان اراد ان يقسم ماله كله مع ان الاصل اللي لا يقسم الانسان ماله لا يدري ما الوارث من الموروث لا يدري قد يموتون قبله وقد يقسم ويذهب المال عنه ولا يحتاط لنفسه فيبقي الامر على ما امر الله به سبحانه وتعالى ويكون ارثا سواه مات هو او مات قبله مات قبلهم او بعضهم دون بعض لكن لو اراد ان يقسمه كله جاز جاز ذلك فان اراد قسمة المال فكأنه كأنه ميراث وليس ميراث قسمة في حال الحياة الميراث لا يكون بعد الوفاة لا يكون بعد الوفاة في هذه الحال تكون القسمة على المفاضلة بين الذاك الونثاء وان كانت ليست قسمة لجميع المال بل لبعض المال شيء عارض فالأظهر والله اعلم ان يكون تكون العدل بالتسوية بين الذكور والاناث على التسوية اذا كان مما يعطى من شيء من المال واصل المال باقي لا يكون على قسمة جميع المال الجمهور كما تقدم استدلوا بحديث عن ابن عباس رواء السعيد ابن منصور وغيره انه قال هذا الحديث لا يصح هذا الحديث معنا الحافظ من حجر في فتح الباري حسن تابع على ذلك الصنعان في سبل السلام والأمر على خلاف ما قال رحمة الله علينا فالحديث سنده رجل متروك فلا يصح الخبر والأظهر هو ما تقدم وليقال وفي لفن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهذا من أعظم ما يكون من البر به أيضا من ذهاب الشحناء والخلاف والنزاع بينهم لأن هذا قد يوقع بينهم الشحناء خاصة حينما يكون بين الوالد وأولاده قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله هذا الحديث نعم رواه أحمد رواه أحمد وابو داول التلمذي هو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وصح أيضا من حديث الأشعث بن قيس عند أحمد أيضا لا يشكر الناس من لا يشكر الله لا يشكر الناس من لا يشكر الله وروا أحمد والتلمذي عن أبي سعيد الخدري من طريق بن أبي ليلى عن أطيها بن جنادها العوفي عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف وجاء بالروايتين لا يشكر الله ولفز لا يشكر الناس جاء بهذا وبهذا جاء بهذا اللفظ وبهذا اللفظ لهنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله وجاء من لم يشكر الله لم يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس جاء بهذا وهذا بتقديم هذا بكل اللفظين جاء وجاء أيضا عن النعمار بن بشير بسند ضعيف لكن صح كما تقدم الحيب هريرة وأيضا سبس بإسناد جيد عن أشعة من قيس لا يشكر الله من لا يشكر الناس هذا من الآداب العظيمة الذي لا يشكر الناس بالإحسان لا يثني عليهم قد أحسنوا إليه أحسن إليه مثلا بشيء من المعروف بشيء من الصنيع بشيء مثلا من الأمور التي أعانه عليها في أمور حياته في أي أمور بمال أو غير مال أو في الشفاعة له نحو ذلك ومع ذلك لا يثني عليه هذا يعود بنا إلى ما تقدم أنه يشرع لمن أحسن إليه أن يدعو لكن لا يشرع للمحسن أن يطلب أنت لا تطلب لكن الذي أحسن إليه يشرع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسن إلى من أحسن إليك وأعظم ما تحسن إليه بالدعاء ومن لم يكن محسنا إلى الناس وقد أحسنوا إليه لا شك هذا خلق ليس بحسن خلق سيء ومثل هذا يكون ضعيفا في شكر الله سبحانه وتعالى لأن الذي يحسن شكر الناس والثناء عليهم يكون شكره لله وتعظيمه لله وثناء لله أعظم لأنه يشكر الله ويثنع عليه حيث عطف قلوب العباد عليه حتى أحسنوا عليه لأنه لولا أن الله عطف قلوبهم وصرف قلوبهم إلى الإحسان ما أحسنوا إليك لكن أنت تثني عليهم وتحسنوا إليهم قال عليه الصناة السلام حيث صحيح من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء من صنع إليكم معروفا حيث صحيح فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا لحتى تروا أنكم قد كافأتموه اجتهج الدعاء جزاك الله خيرا أحسن الله إليك وأعظم الدعاء ليس بمقابلة لا الدعاء حين يكون غائبا الدعاء الغائب ملك وكا يقول آمين ولك المهاجرون رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله لما قدموا المدينة تركوا أموالهم وبيعاتهم وتجارة تركوها لله آثروا ما هم فيه من الهجرة على أمور الدنيا تركوا الضياع والأموال فلما قدموا على أخوانهم وجدوا قوما يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خسرون آثروهم بالآهل بالمال بكل شيء رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله المهاجرون قالوا يا رسول الله إننا نخشى أن يذهب الأنصار بالأجر كله لقد آثرونا في كل شيء هم يريدون أن يفعلوا تجاههم شيء هم قدموا المدينة وليس بأيديهم شيء رضي الله عنهم أحسنوا إليهم آثروهم ماذا قال عليه الصلاة لا ما دعوتم الله هذه مصدرية ضرفية ما دعوتم مدة دوام دعائكم لهم فإنكم قد كافأتم الدعاء أتهزأ بالدعاء وتجدزيه وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد قضاء الدعاء الدعاء أدعو لهم أتنوا عليهم من لم يشكر الناس في لفظ لا يشكر الناس لفظ من لم يشكر الناس لم يشكر الله وهذا ذكره رحمه الله هذا من حسن تصرفه وصنيعه رحمه الله في هذا الباب حيث ذكر هذا الحديث في باب الوقف والهبة والوصية وأن من أعظم ما يدعو به المسلم لأخيه المسلم في هذه الأبواب بالدعاء له سواء كان في الأوقاف ونحن نسمع الناس حين يتناول مثلا أوقافا مثلا أوهبات ويعلمون إن علموا المتصدق ذكروا باسمه وإن لم يعلموه دعوا له يدعون له ويثنعه حيا ميتا يدعون له ولها قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأنت مثاب على هذا الدعاء العظيم وأنت أول المستفيدين ملك موكل يقول آمين ولك بمثل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وهذا متفق عليه ما حق ما نافية وما هنا ليست عاملة ما قد تكون حجازية وقد تكون تميمية ما هذا بشراء القرآن جاءت ما هنا على اللغة العالية لغة الحجاز ما هذا بشراء ما هنا أمهاتهم عاملة ترفع المكتوبة تنصب الخبر تعمل عمل ليس هنا ليست عاملة لأن خبرها فيه إلا انتقض نفيها انتقض خبرا إذا انتقض الخبر فإنه فإنها لا تعمل ومحمد الرسول قد خلت من قبله الرسل إذا انتقض خبرها بإلا فإنها لا تكون عاملة ما يعني هذه ما حرف مبنع سكون لا محل لها لا محل لها حق مرئ على هذا لا تعمل إذا لم تكن عاملة فتكون حق مبتدى حق مرئ ومرئ مضاف إليه مسلم صفة لمرئ له شيء صفة أيضا لمسلم يوصف هذا الفعل يوصف فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة ما نعم يوضعه للتعذر وفيه جار ومجرور وهو في محل صفة لقوله مسلم يبيت ليلة إلا وصيته فعلى هذا يكون ووصيته مكتوبة مبتدأ وخبر مكتوبة عند هذا الحديث أصل في هذا الباب أصل في هذا الباب وهو باب كتابة الوصية لقول المصنف رحم باب الوقف والهبة والوصية الوقف والهبة تقدم في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث النعمان المشير هذه الحديث ثلاثة في باب الوقف حديث الآن الوقت في حديث ابن عمر حديث ابن عباس وانعمان بشير في الهبة وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر بعده هذا في الوصية هذا الحديث في دلالة على مشروعية الوصية والوصية قسمان وصية واجب وصية مستحبة الوصية الواجبة هي ما أشار إليه النبي عليه الصلاة ما حق مرئين وهذا قال العلماء المعنى ما الحزم والجد والهمة إلا في وصية المرء في الحق الواجب عليه وهنا نافية هي نافية هنا في هذا المقام نافية والمعنى أن عليه أن يوصي لكن متى إذا كان له شيء يوصي فيه عليه دين مثلا ليس عليه إثبات ليس عليه شهود ليس عليه أمور تثبت وثيق أنحو ذلك فيجب عليه وصية ما دام هناك دين عليه أمانة عندها مثلا إنسان عندها أمانة ما يعلم بها إلا هو فيجب عليه أن يوصي فيها هل يجب أن يشهد الجمهور يقولون يشهد طيب الحديث ما في الشهادة كيف تقولون تجب الشهادة وهذا أيضا مما يثبت أن ذكر الشهادة زيادة في الخبر وإن قال به الجمهور النبي عليه الصلاة قال وصيته مكتوبه ما قال ويوشد عليها لكنها مكتوبة وصيته مكتوبة والمعنى أن تكون الكتابة موصلة الكتابة الموصلة هي الكتابة المعروفة مثل يكتبها بقلم معروف أو يثبتها إلى جهة في جهة مثلا عند المحكمة هذا واضح لا يشكال فيه لكن لا يلزم لو كان مثلا هو خطه معروف وكتبها بخطه المعروف أو خط إنسان معروف مثلا ويعنده وكتبها في هذه الحال تثبت بها وللوصي على الصحيح وذكر بعض العلم الخلاف في هذه المسألة أن يحلف على هذه الوصية له أن يحلف على هذه الوصية لو أن إنسان وجد مثلا في أوراق والده أن لعلى فلان كذا وكذا بخطه المعروف فله أن يحلف على ذلك له أن يحلف على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صحة الوصية ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين قال العلماء المراد بالشيء الذي له شأن أما الأمور التي تكون يوميا إنسان مثلا يأخذ مثلا من صاحب اللحام الخباج البقال يوميا يأخذ وربما يكون يأخذه كل يوم فليس لا يلجمه كل ليلة يأتي يكتب عند علي على فلان البقال لفلان البقال لفلان اللحام مثلا هذا المال هذا لا يلجمه ذلك لا يلجمه ذلك لأن هذا مما يشق مما يكثر ويشق لكن لو كان مثلا هذه تراكمت مثل إنسان تعامل مثلا مع بقال ولحام وتراكمت اجتمعت ليست يوم ولا يومين لكنها أيام في هذه الحالة يخشى هجوم الأجل إلا إذا كان معروف بورقة وكتابة ومعروف لدى أهل أن يتعامل مثلا مع صاحب المحل فلاني وأنه يثبت ذلك في ديوان له في دفتر له مثلا في هذا في حكم إثباتها في حكم إثباتها وهو يتكل على هذه الكتابة المقصود أنه قال له شيء يوصي فيه والمعنى شيء يجب عليه أما إذا لم يكن له شيء يوصي فيه فإنها تكون وصية مستحبة الوصية المستحبة وليست واجبة وليستحب له أن يوصي وليست تأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا هو آخر حديث في هذا الباب يبيت ليلتين جاء عند مسلم ثلاثة ليال وفي الصحيحين كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبيت ليلة إلا وصية مكتبة عند رأسه ما يترك شيئا رضي الله عنه وفيه المبادرة إلى العمل الوصية سرعة كتابتها وأعظم ما يوصي به الإنسان أولا الحقوق الواجب عليه يوصي أولاده بالتقوى والتآلف والاجتماع والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى يوصيهم بما يكون صلاحا لهم في أمورهم كلها هناك صيق في الوصايا مذكورة أو مكتوبة وللحمد ممكن المسلم أن يطلع على شيء منها إلا وصيته مكتوبة عنده وهذا دليل واضح على أن الكتابة تكفي فيها وأن لا تشترط الشهادة لكن الإشهاد يعني للخرج من خلاف يكون أولى لكنه ليس بلازم عن أبي أمامة ووصدي ابن عجلان الباهلي صحابي جليل صحابي كبير وفي حالة ست وثمانين للهجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد رواه أبو داود والتنمذي وابن ماجة وهذا الحديث رواه هؤلاء ورواه أيضا أحمد رواه أحمد وأبو داود والتنمذي وابن ماجة الخمسة إلا النسائي الخمسة إلا النسائي من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد وكذلك رواه الخمسة إلا أبا داود أيضا بهذا اللفظ أيضا من رواية عمر ابن خارج أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد وهذا رواه الخمسة إلا التنمذي من رواية قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر ابن خارجه أيضا ورواه أيضا ابن ماجة من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس رضي الله عنه وسنده جيد إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد والحيجاء من طرق أخرى أيضا رواه الدار قطني من رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد إلا أن يشاء الورثة زيادة إلا أن يشاء الورثة هذه الزيادة زيادة في حديث ابن عباس وهي من رواية عطاء وعطاء هذا اختلف فيه قيل إنه عطاء الخرساني وفيه كلامه لم يسمع من عباس أيضا رواه الدار قطني من رواية عمر بن شعيب عبد الله بن عون العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وزاد الزيادة المتقدمة إلا أن يشاء الورثة لكن إسناده واهن إسناد واهن وقوله إلا أن يشاء الورثة هذه وإن لم تثبت وقع الاتفاق على معناها وذلك أن الورثة هم أصحاب المال وإن كان الأصل أنه لا يجوز للوارث ذلك ثم إمضاؤهم في حال حياته لا حكم له لأنهم لم يملكوا المال إنما يثبت بعد وفاته ثم اختلف في إذنهم بعد ذلك خلوا ابتداء وصية أو تنفيذ لما أوصى به مورثهم لكن بشرط أن يكون الورثة مرشدين أن يكونوا مرشدين أما إذا كان فيهم من هو دون البلو فإنه لا ينفذ في حقه ولو أنضى الورثة إنما يمضي في حق الورثة المرشدين في هذا الحديث كما تقدم أنه لا وصية أنه كما قال أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث وكان في أول الأمر أن الوصية واجبة كتب عليكم إذا حضر حدكم موت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقرمين معروف حقا على المتقين كانت الوالدين والأقرمين ثم بعد ذلك نجلت الموارث فأعطى الله كل ذي حق حق فاختلف في ذلك فقيل إنها منسوخة بيات الموارث وقيل منسوخة بهذا الحديث على الخلاف في نسخ السنة للقرآن وقيل إنه لا نسخ وهذا هو الأظهر هذا هو الأظهر وأنه لا نسخ في هذا وأن الحديث لم ينسخ بل آية باقية إنما يجمع بين الآيتين بأن الذي نسخ الذي ونسخ عند السلف يكون فيه التخصيص فالذي نسخ هو وجوب الوصية لكن أصل الوصية باستحبابها باقية باقية معنى أنه كانت للوالدين الأقرمين ثم نسخ الله سبحانه وتعالى من ذلك ما شاء فثبتت الموارث لأهلها فلما كانت لهم وارث في هذه الحال لا وصية الوارث والمراد بالوارث ليس المراد بالوارث يعني يريث بالفعل قد يكون إنسان من الورثة مثلا من الورثة الورثة لكنه في هذه الحال ليس وارث فلو يعني مات رجل عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه فالأخ الوارث من حيث الجملة لكن لا يرث مع الأخ الشقيق فلهذا له أن يوصي لأنه ليس بوارث في هذه الصورة وكذلك الإخوة مع عند وجود الأب وعند وجود الجد على الصحيح من قولي العلماء رحمة الله عليهم فالمقصود أنه كما قال لا وصية لوارث لأن الله قال أعطى كل ذي حق حقه أعطى كل ذي حق حقه فلا تجوز أن يجاد على الوصية فلا يجوز أن يعطى خلاف ما قسم الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل للميت شيئا من المال يتصره فيه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعماله وحديث جيد رأى ابن ماجه وغيره وله طرق وله طرق والمعنى أنه له أن يتصدق بالثلث فأقل لغير وارث له أن يتصدق بالثلث فأقل لغير وارث وذهب كثير من أهل العلم إلى أن السنة أن تكون الوصية أقل من الثلث قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث وثلث لما قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرث إلا ابن تل إلا ابن تل فأوصي بمالي كله قال لا قلت فالثلثين قال لا قلت فالشاطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن ترك أنتذرهم يتكففون الناس يتكففون الناس يعني أنتذر ورثتك أغنياء يعني المعنى لا توصي لا توصي بأكثر من الثلث بل الثلث كثير يقول عليه الصلاة والسلام الثلث كثير ولهذا بعضها العملة أن السنة أن يكون الخمش وهذا هو قول أبي بكر كما روه البخاري قال اخترتم اختار الله نفسه الخمش فكان يوصي بالخمش رضي الله عنه ومنها العلم من قال الموصي ينظر بحسب حاله بحسب كثرة المال وقلة العيال وبحسب قلة المال وكثرة العيال فتارة يكون المال كثيرا وأولاده قليلون وتارة يكون المال قليلا وأولاده كثير فهذا قد لا تشرعونه الوصية فحتى يدعاهم يعني فلا يتكففون الناس يبدلون أكفهم للناس فيتعففون بهذا المال ومن أكبر الكبائر الإضرار في الوصية وأعظم الإضرار هو أن يضر الإنسان بورثته أن يضر وهذا جعل من عباس الإضرار في الوصية من الكبائر فلهذا ينظر الموصي في ماله وفي ورثته وقد يكونون قليلين لكن لديهم حاجة قد يكونون مدينين قد يكونون محتاجين لنفقه أو زواج أو غير ذلك من الحاجات فأفضل دينار أنفقه الإنسان أن ينفقه عنه قال رجل يا رسول عندي دينار كما ثوى الحديث صحيح قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر لما جاء الدنار الخامس أنت أبصر لأنه اكتفى وولده وجوجه وخادمه الذي عنده فصار عنده فضل فقال أنت أبصر انظر فيما تنفيق هذا وأفضل ما ينفيقه الرجل على نفسه وهله قال عليه الصلاة والسلام بحليل الصحيح إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه فليبدأ بنفسه وأولى ما يبدأ بالنسان بعد نفسه أهله قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فمرأتك حتى ما تضعه في فمرأتك فالمعنى أنه بعدما يحصل الكفاف له ولأهله في هذه الحال ينظر ويتصرف في أبواب الصدقات وأبواب الخير وبعد ذلك ذكر مصنف رحيم الله باب لقطة سأله سبحانه وتعالي ولكم التوفيق والسداد والعمل نافة والصالباني وكرمه آمين وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر